سبع سنوات مرت على توقيع الاتفاق النووي لكنه يعيش حالة من جمود بعد خروج الولايات المتحدة في عام 2018 منه في عهد ترامب وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على إيران واعتبرتها الأمم المتحدة غير قانونية وقالت إنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد الإيراني وتطول حتى الدواء والغداء وطالبت برفعها وتقول طهران إن الإدارة الأمريكية الحالية تستمر عمليا بنفس النهج بمواصلة العقوبات والضغوط وتؤكد أنها تتعارض مع ما تعلنه واشنطن من رغبة في إحياء الاتفاق النووي ما كان يريد الغرب تحقيقه من العقوبات أصبح له أثر عكسي فالولايات المتحدة والدول الأوروبية تعاني اقتصاديا خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بسبب حاجتهم الماسة لطاقة إيران والأزمة ستتفاقم إذا لم ترفع العقوبات أما إيران فقد اتخذت خطوات كبيرة في تطوير برنامجها النووي بأضعاف ما كان عليه عند توقيع الاتفاق بعد عدة خطوات من خفض الالتزامات النووية تقول طهران إنها جاءت ردا على عدم التزام الأطراف الأخرى بتعاهداتها وشملت رفع مستوى التخصيب إلى 60% بمنشأة نطنز وتركيب أجهزة تخصيب حديثة وإيقاف كاميرات المراقبة الخارجة عن معاهدة الضمانات وأخيرا رفع مستوى التخصيب إلى 20% في منشأة فوردو مفتاح حل هذه العقدة هو قبول أمريكا والدول الأوروبية الثلاث تنفيذ تعهداتها وإلا فإن إيران لن تبقى في حالة انتظار فالاتفاق النووي يمنحها حق خفض التعهدات وكل ما أوقفته حتى الآن هي الإجراءات الطوعية خارج معاهدة الضمانات لكن الطريق إلى إحياء الاتفاق النووي لا يزال صعبا بعد ثمان جولات من المفاوضات في فيينا والدوحة النقاط الخلافية لم تراوح مكانها حيث تطالب واشنطن طهران بتقديم تنازلات لتجاوزها تؤكد إيران ضرورة رفع العقوبات والحصول على ضمانات بالاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق تدرك جميع الأطراف أهمية ضبط أنشطة إيران النووية وإنعاش الاقتصاد لكن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب في حال العودة لإحياء الاتفاق النووي مع إقرار الجميع بأن انهياره بشكل نهائي لن يكون في مصلحة أحد عبد خالق الحمداوي تيرت عربي تهران